شخصيات قرآنية تطرقنا لعدة شخصيات يعني جاء ذكرها في القرآن الكريم والنهاردة مكملين السلسلة بتاعتنا النهاردة ما أنا مش عارفة بصراحة الشخصيات اللي هنتكلم عنها هم شخصيتين أشعر فأدول ناس عاديين يعني يعني بشر من ضمن البشر ولا دول جنسهم إيه بيخوفوا بيها الناس بيقولوا عليهم من علامات الساعة جه في وصفهم أشكال وألوان يعني والحقيقة لسه بقول فضلت الشيخ مش عايز أشغل نفسي بيهم للدرجة دي هل يطرى نشغل نفسنا بيهم ونقعد ندور عليهم ونشوف هايجوا إمتى ولا يعني نكتفي بما ذكر عنهم في القرآن الكريم وشكرا فضلت الشيخ أحمد الصباغ إزاي حضرتك الله أكرم أعوذ بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء بسم الله رب الأرضي والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ومرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء وصلى على الحبيب البكيطي ورمضان كريم كريم النهاردة هنتكلم عن شخصيات ربما تكون غريبة عن الناس الناس عرفها اسما ولم تعرفها الشكل ولا موضوعا والشخصيات ذكروا اللي هنمعنا النهاردة ذكروا في موضعين في القرآن موضع في سلطة الكهف القرآن هو وموضع في سلطة الأنبياء وإحنا هنكتفي في الشخصيات دي بما ورد في القرآن وفي السنة الصحيحة تمام لأن الكلام عليهم كتير كتير وقبل ما نوصفهم يا فندم مكانهم غير محدد بالتفصيل مكانهم غير محدد وموعد خروجهم سيدنا النبي حددوا بس علامة من علامات الساعة طب الآية اللي ذكرت في الكهف إيه هم يا فندم؟ أيوة حتى إذا بلغ فكرة يعني أيوة نحن كلمنا عن ذرقين حتى إذا بلغ بين السدين وقالوا يا ذرقرنين إن يأجوجة ومأجوجة مفسدون في الأرض يبقوا الوصف من أوصاف يأجوجة ومأجوجة أن هم مفسدون في الأرض ظلمة بينتقموا من الناس بيخربهم بيفسدوا الأرض هذه أول حاجة طب صورة الأنبياء قالت إيه بقى؟ حتى إذا فتحت فتحت يعني تفتح يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ده تدل إن عددهم كتير نروح للسنة بقى تفسر نروح للسنة هم بس الموضوعين في القرآنين دول بس هنجيب بقى السنة توضح بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يأجوج ومأجوج أمة من الأمم من زرية آدم الحديث عند البخارج يعني هم بشر نوع من أنواع البشر من صلب أبينا آدم بس هو ربنا جعل لهم أوصف خاصة أشكال خاصة هم من أهل الفساد في الأرض يبقى أول شيء مفسدون في الأرض تاني شيء عادتهم كبير جدا جدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن يأجوج ومأجوج قال إيه يا فندم بقى؟ تعالي شوف الوصف بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هم قوم ركز معاي عراض الوجوه وجوه هم عريضة صغار العيون والحديث صحيح عشان لي يرجع صغار العيون صهب الشغاف هتقول لي مش بخدماني صهب الشغاف الشغاف اللي هو الشعر اللي هو يا للأذن كده صهب يعني الشعر بتاعهم أسود يميل إلى الحمرة يميل إلى إيه؟ يبقى وشهم بالبلد كده وعريض عيونهم ديئة جدا قعدوا يقردوا المنصي الشعر بتاعهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفه أسود يميل إلى الحمرة وجوههم كالمجان المطرقة يعني عارفة الترس اللي هو الحديد لما يروا عند الحداد يقعد يدأ في كده يعني وشهم مدور قصار القامة ويجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموت أحدهم حتى يرى من نسله ألفا وفي رواية حتى يرى من صلبه ألفا من الذكور كلهم قد حملوا السلاح نترجم يعني الواحد فيهم مش هيموت أن لما يشوف من أولاده ألف من صلبه كلهم قد حملوا السلاح ده دليل على أن عاداتهم كبير أنه هم يعني أمة أمة من الأمة بتتكاثر وعيشة وموجودة اللي حمينا منهم مين بفضل الله السد اللي بناه زول قرنين لحد وقتنا هذا بس مش معروف مكانه لو لا هذا السد هم كانوا بيخرجوا كل سنة يأكلوا اللي موجود ويخربوا الدنيا ويقول ما يتنشف زي ما احنا قلنا قبل كده ويعيد الأمر كما كان لكن سيدنا زول قرنين بأمر من الله جاء فبانا السد فمنعهم طيب هايخرجوا في وقت تاني هايخرجوا سيدنا النبي قال كده صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج والأحاديث كلها صحيحة يحفرون في السد كل يوم كل يوم يحفروا حتى إذا رأوا الشعاع الشمس وده دليل إنهم في مكان مظلم في مكان مظلم والسد منع الخروك فإذا رأوا الشعاع الشمس يقولوا كبيرهم مركز معي يقولوا كبيرهم سنكمل غدا ريحوا النهاردة ونكمل بكرة فبأمر الله يأتون غدا فيجدون السد عادة كما كان الفلازي الصلب اللي هو من النحاس ومن الحديث زي ما قلنا فيحفرون هنكمل غدا إلى أن يشاء الله يومهم بقى يقولوا كبيرهم هنكمل غدا إن شاء الله لحد ما يقولوا إيه هم مؤمنين بالله لا ما لسه أقوله لسه التفسيره هم قالوا إيه سنكمل غدا إن شاء الله هو ربنا الله يقول لهم هم هذه الكلمة فيأتون فيجدوا الحفرة كما إيه كما هو فيحفرون ويخرجون فيأكلون الأخضر واليابس ويلعبون الناس ودي من علامات الساعة حتى يمر أحدهم آخرهم على بحيرة طبرية طبرية دي في بلاد الشام زي مليئة بالماء فيمر آخرهم لدرجة أن يخلصوا البحيرة دي فيمر واحد في الآخر يقول لي الله كان هنا ماء شوفوا من شدة من شدة الرعب الرعب بتاع الناس موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر